وعاقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لملاقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة التي تضعها الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الراهنة وذلك بحضور كل من حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري والدكتور محمود محي الدين المدير تنفيذي لصندوق النقد الدولية وخلال الاجتماع أكد مدبولي على أولويات الدولة خلال المرحلات الحالية والتي تتمثل في سرعة اتخاذ السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد والحد من الأثار السلبية لتلك الأوضاع العالمية على الاقتصاد الوطني بالتوازي مع عمل الحكومة على تعزيز جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية هذا وتنول الاجتماع استعرض مستجدات المشروعات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين بما يسمح بدعم خطة الدولة المصرية الاقتصادية في المدى المتوسط ويسهم في الحد من التبعات السلبية لأوضاع الاقتصاد العالمي على الاقتصاد الوطني ترجمة نانسي قنقر